قبل عشرات الألف من السنين كان كوكبنا مليون بالمخلوقات المخيفة كثيرا ومن الضروري أنك سمعت عن تيتان أبوى وفي حال كنت لا تعرفه فين تيتان أبوى كان أكبر ثوبان عاش على كوكبنا يصل متوسط طوله إلى 14 مترا ويزن حوالي طن وبما أن الكثير من الناس ليس لديهم فكرة عن تلك الحيوانات الغريبة التي كانت تعيش في كوكبنا عشرة حيوانات مرعبة لحسن حظ أنها انقرضت تيتان أبوى إذا كنت تخاف كثير من الثعاب فإنك بالتأكيد سوف تكون سعيدا جدا لمعرفتي أن ثوبان تيتان أبوى لم يعد موجونا وهو في الأساس أكبر ثوبان في تاريخ ومعدل طوله يتروح ما بين 13 إلى 14 مترا ويمكن أن يزن حوالي طن وإذا قررناه بأكبر ثوبان عاش اليوم فإن تيتان أبوى كان أكبر مرتين أو ثلاث مرات ويصل وزنه إلى سبعة وضعاف ما يمكنك أن تتخيله وما لا يعرفه الناس حول هذا ثوبان العملاق هو أن نظامه الغذاء يتكون من التماسيح والسلاح في العملاق وكان يحصل على فريسته من خلال خانقها ثم يبتلعها بالكامل ولذلك يجب أن نشكر الله لأننا لم نعيش في الوقت الذي كان موجودا فيه هذا ثوبان ووثق لعدد من الخبراء في نتي تيتان أبوى كان يعيش في جزء كبير من أمريكا جنوية ولكن معظمهم كانوا يعيشون في الغابات المطيرة في كولومبيا قبل حوالي 58 مليون سنة خلال العصر الحجري وتم اكتشاف رفاته للمرة الأولى في عام 2004 العقرب العملاق على الرغم من أنه يبدو مثل العقرب الذي نعرفه جميعا إلا أن الفرق الصغير هو أن طوله حوالي مترا واحد بينما يصل طول العقرب الموجود حاليا إلى 19 سنتيمترا ولذلك فإن هذا العقرب هو الوحش الحقيقي وأعتقد أنك تتساءل عما إذا كان سمه أقوى من سم العقرب العادي ولكن بما أنه عاش منذ زمن بعيد فلا توجد عينات تحدد مدى قوة السم الخاص بهذا العقرب ولكن ما يجب أن تعرفه هو أنه من خلال التشريح وجد العلماء أنه يملك الكماشات الكبيرة وذين سميك وعلى الأرجح أنه كان يتوافر على سم قوي يمكنه أن يسبب الشلل للحيوانات الكبيرة جدا وبسبب حجمه الكبير فإن سمه يجب أن يكون أكثر من قوي ولكن لحسن الحاضي انقرض هذا العقرب منذ 300 مليون سنة وأصبح معروفا بفضل الأحافير التي وجدت في عام 1994 في اسكتلاندا ومنذ ذلك الحين تم تصنيفه كواحد من أكثر أنواع العقارب رعبا في التاريخ كاميروسيراس كاميروسيراس هو اسم واحد من أكبر راسيات الأرجل وأكثر ورعبا في كل العصور التاريخية وكان لهذا المخلوق اثنين من المزايا التي وضعته بين الحيوانات المفترسة والميزة الأولى هي المخالب القوية والطويلة التي سعادت على انتقاط جميع أنواع الفريس من الأسماك الصغيرة إلى المخلوقات الكبيرة أما الميزة الثانية هي أن طوله كان حوالي 9 أنطار وتلك المخالب الضغم يستخدمه الكاميروسيراس لتمزيق أي مخلوق مهما كانت قوةه وشكل جسمه وقوة مخالبه ولذلك يعتبره الخضراء كواحد من أخطر الوحوش المائية وعاش الكاميروسيراس قبل 470 مليون سنة في العصر الأرض فوشي واكتشفت حفريات هذا الحيوان العملاق في مياه البر الرئيسي للصين وأوروبا وأمريكا الشمالية موزا سور مرايتوليتا هو واحد من أكبر الحيوانات المفترسة والمخيفة التي عاشت على كوكبنا وليس فقط بسبب طوله الذي يصل حوالي 18 مترا بل لأنه كان لديه شهية لا مثل لها عاش هذا الحيوان العملاق قبل 70 مليون سنة خلال العصر طبشوري وقال الخبرانه كان يحب أن يعيش بالقرب من سطح المحيطات ويتغذى على الأسماك والسلاع في البحرية الصغيرة ومن المعروف أنه كان يسكن المياه بالقرب من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية هذا الحيوان الكبير الذي يدعى موزا سور إلى جانب شاهيته الخطيرة كان يعيش تقريبا في كل محيطات العالم وهو واحد من تلك الحيوانات التي من الأفضل أنها لم تعد موجودة هذا المخلوق المرعي ويبدو كان أوصار سور عملاق ولكنه في الواقع ليس كذلك بل هي حجرة ضخمة تدعى أرثرو بيليورا لديها ألف قدم وكانت تعيش قبل 300 مليون سنة وإذا كانت الحجرة صغيرة في الوقت الحالي تسبب لك الفزع فإن أن يعتقد أنك لن تكون مسرورا بوجود هذه الحجرة العملاقة التي يمكن أن يصل طلوها إلى مترين كان أرثرو بيليورا يتغذى على نباتاته ويتجول بحرية في الغابات الخضراء ويمكن العثور على حفريته في الغابات الكربونية ويعتبر من أكبر الفقرية في كل العصور جيغانتو بيثيكوس كان جيغانتو بيثيكوس العملاق مخلوقا كبيرا عاش في غابة أسيام منذ أكثر من 100 ألف سنة خلال العصر الرباعي ووفق للعديد من الدراسات فإن هذا المخلوق الذي كان يزن حوالي 545 كيلوغرام وطلوه حوالي 3 أمتار هو أكبر رئيسيات التي عاشت على كوكبنا ولذلك إذا قارنته مع الغريلا فإن جيغانتو بيثيكوس العملاق أكبر مرتين أو ثلاث مرات وأقوى من الغريلا وهذه الحقيقة المذهلة مما تلك ظروف فإن الإنسان لن يكون لديه أدنى فرصة للقتال في مشاجرة ضد هذا الوحش العملاق ولذلك تم تصنفه كواحد من أكثر الوحش رعبا في التاريخ فرص راسيدس سبب تسميتهم بهذا الاسم وأنهم كانوا طيورا كبيرة جدا يصلوا ارتفاعهم إلى ثلاثة أمتار مع الخصائص الفيزيائية التي جعلتهم مقاتلين حقيقيين وعلى رغم من أنهم لم يتمكنوا من الطيران بسبب حجمهم الكبير إلا أن السقين الطويلة سمحت لهم بالرقض سريع جدا للقبض على فرستهم وكانت هذه الطيور تعيش في أمريكا الجنوبية والشمالية وأيضا بسبب شهيتهم الشارسة قرر العلماء تسميتهم رسميا طيور الرعب ولحسن الحاضين قرضت هذه الطيور منذ أكثر من مليون سنة بلاتي بلودون هذا الحيوان الغريب جدا عاش في عدة مناطق ومنها أسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وإفريقيا منذ 15 مليون سنة أثناء العصر الميوسني أسنان هذا الفيل الغريب مثلا مجرفة وعلى رغم من أن الخبراء لا يعرفون ما إذا كان قد استخدم هذه الأسنان مثلا مجرفة إلا أنهم على يقين من أنه يمتلك قوة غير عادية لتمزيق الأشجار الكبيرة جدا لأنه كان حيوانا ناكل للأعشاب وتم اكتشف حفرياته في عام 1928 ومنذ ذلك الحين دخل إلى قائمة أبشع الأفيال التي عاجت في العالم بأسره ومن المؤكد أن أسيا وأمريكا الشمالية تشعر بالارتياح لأنه لم يعد موجودا أندارو ساركوس على رغم من أن أندارو ساركوس هو حيوان غير معروف تقريبا إلا أن الحافر القليل الذي تم العثور عليها تعطينا فكرة على أنه كان وحشا مخيفا حيث يصل طوله إلى 3.4 أمطار وله فك وأسنان قوية جدا ويزن حوالي 1136 كيلو جرام وبفضل أسنانه الحد تمكن من الإمساك بفريسته وعاش هذا الحيوان العملاق قبل 36 إلى 45 مليون سنة ويعتبر أكبر ثديات آكلة للحوم ومفترس كبير في كل الأوقات ولحسن الحظ أنه لم يعد موجودا ميغالودون سمك القرش ميغالودون هو واحدا من أكثر الحيوانات ما قبل تاريخ المخيفة والمعروفة ورؤية حجم إحدى أسنانه سوف تجعلك تفهم بالفعل لماذا يعتبر واحدا من أكثر الحيوانات المفترسة والخطيرة في التاريخ وعلى الرغم من أن هناك أناس يعتقدون أنه لا يزال هناك بعض العينات على قيد الحياة في المحيط إلا أن ميغالودون كان يسكن كوكبنا منذ عدة ملايين سنين وخلال عصرنا الحالي لا يوجد أي دليل يثبت أن ميغالودون لا يزال على قيد الحياة ولكن ما يجب أن تعرفه أن ميغالودون الذخم يصل طوله 18 مترا تقريبا وكان أقوى بعشر مرات من سمك القرش الأبيض الموجود حاليا أما بالنسبة لنظامه الغذائي فهو يتكون من الدلفين والحيتان والسلاح في البحرية وهذا المخلوق العملاق ليس لديه حجم كبير فقط بل لديه أيضا لدغة قوية وكان صياد ممتاز ويعتبر ميغالودون واحدا من الفقريات الأقوى في كل تاريخ ولحسن الحظ أنه اختفى منذ أكثر من مليون سنة اشتركوا في القناة